أشاء الله شباب الكويت وين ما نحطهم وين ما يتحطينهم يا نجلة على طول لهم إنجاز في كل المجالات ومشاء الله طبعا في بداية الحلقة ذكرنا بأن في فريق كويتي يعني لهم قصة معينة وغريبة شوي فرح نعرفها أكثر طبعا هو هذا الفريق محترف في الدرجات الهوائية واسمه كويت كاتشو كاتشو إي أس الفريق طبعا الاسم نفسه هو بعد غريب عجيب فرح تعرفون كل شيء إذا تابعتونا خصوصا بأن هذا الفريق يضم أيضا كويتيين وأجانب في هذه اللعبة وكلهم يمثلون المنتخب الكويتي وإن شاء الله طبعا حصلوا على مراكز متقدمة وعشاء لا يروح بالكم بعيد هذين الرياضيين مو متجنسين يا جماعة لكن للحين إحنا ما فهمنا القصة يعني لازم نفهم شنو قصتهم وهذا أكثر رح نعرفه مع ضيوفنا بالبرنامج المشرف على فريق كويت كارتشو إي أس عثمان لمطيري وأيضا لاعب الفريق عبد الهادي العجمي حياكم الله معنا الله يحيكم بساكم الله أبو الخير طبعا هو القصة عيزنا ونقول غريبة غريبة من هو راح يكلمنا بداية عثمان المشرف خلونا بداية إن شاء الله أوش يشكركم على الاستضافة هذه حياك الله بالنسبة للفريق الفريق هي فكرة نعم كما تأسسته عام 2014 كما تسبب قلة المشاركات في الدرجات الحوائية فقلنا ننقل اللاعبين إلى مستوى ثاني أساس أن نواكب الدول الخليجي حوالينا اللي متطورين من 2014 بدنا في تأسيس فريق بسيط درجات الهوائية فريق محترف في الدرجات الهوائية يضم لاعبين كويتيين بالإضافة إلى بعض اللاعبين المحترفين كانت البداية صغيرة كانت البداية صغيرة تعاون مع شركة يونانية بداية شم شخص كنت؟ البداية كانوا أربع شخص من محترفين بالإضافة للاعبين الكويتيين فشاركوا في بطولات دولية وحققوا مراكز حلوة التي لم نرى في السابق من 2014 انتخذنا إلى 2015 الحمد لله قلنا هذا المرة لنطور زيادة لنبدأ لعبين أفضل من اللي كانوا عندنا أساس لعبين نحتكون فيهم لعبين المتخب الكويتي ف2015 حمد لله شهدت انطلاقة قوية لإسم الكويت في سباقات دولية مشاركة فرق من أوروبا من الخليج وغيرها الحمد لله حصلنا على مركز مركز يعني تقدر تقول تحت 23 سنة حصلنا على المركز الأول هذا يكرم منه يأخذ قميص معين في الرياضة هذه حلو انتقلنا في 2016 الفريق شكلناه بشكل أفضل و 2017 السنة هذه بداية تأسيس فريق يعني يضم لعبين نخبة أسماء عالمية بالإضافة حق لعبين المتخب الكويتي لماذا الفريق هذا؟ لماذا اللعبين المحترفين؟ نعم اللعبين هذيلا أساسا هدفهم أو الهدف من وجودهم أن يخدمون للعب الكويتي يحتك اللعب الكويتي يتطور مستوى بشكل أسرع من أن يحتك في اللعبين اللي حوالينا مدرب غير مباشر تقدر تقول نعم تحط مع لعبين محترفين فيتطور مستوى بشكل كبير والحمد لله السنة هذه كانت بداية أو بداية صحيحة للفريق المحترف نعم بس أثمان لا يمثل جهة حكومية كويتية نعم هذا فريق خاص لكننا كمشرفين على منتخب الكويت دخلنا اللعبين الكويتيين وينا في الفريق هذا اللعبين هذيلا أساسا هم لعبين محترفين من خارج الكويت حلو ويبنىهم للفريق هذا نعم أساسا لخدمة اللعب الكويتي نعم هذه الطريقة مثل اسمكم لماذا؟ الاسم أيضا غريب والاسم له انجليزي له عربي له عادة الفرق المحترفة تكون عسامية نعم تتبع للشركات التي تدعمها نعم هذه الشركة هي شركة تدعم شركة إسبانية نعم فهي شركة إسبانية نعم اسم فريقكم على اسم شركة إسبانية لكننا فرضنا وكويت أن الاسم يكون الاسم الكويت هو الاسم الواضح على الفنيلة يعني الفنيلة مجرد ما تشوف الفنيلة تشوف أن الكويت موجود هذا الشرط الأساسي لنا تنبين نعم شونك الحمد لله أنت شاركت مع الفريق في أي مسابقة؟ آخر مشاركة ليبي هي طوالة في الفلبين وقبلها طوالة في الشارجة في الإمارات الحمد لله وإنجاز الذي حققته هو الإنجاز ما يكون الخطة مو الإنجاز هو الفريق المحترف نعم هي في خطة أول شيء تدري 2018 عندنا بطولة آسيا هي الإنجازات إن شاء الله تكونوا المنتخب الكويتي نفسه بس الليبي الفريق المحترف كلها تكون استعداد نعم ولكن نحن إلى الآن عندنا إيقاف رياضي فالتمثيل مؤثر عليكم أول نقطة أحب أوضح لي أنه لعبة دراجات لعبة أولمبية وشيء اسمه لعبة دراجات بالكويت الحمد لله مواقفة وشاركنا الحمد لله 2016 بطولة العالم تأهلنا بطولة العالم وشاركنا تحت العالم الكويتي وليس تحت الإنجاز الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا إنجاز جيد حمد لله فرحنا وصلت إلى مستويات ممتازة أتمنى أعتقد ثمرة العمل التي كانت من 2014 حصلناها في السنة هذه شهر اثنين اللي فات أو أعتقد شهر بطولة الخليج لأول مرة منتخب الكويتي يصعد البوديوم يصعد البوديوم ليس كفريق يعني تحصل حاصب فريق نافذ فريق كم يحسبون لألف حساب أجبتني بأن أنت عنديكم خطة مستقبلية يقع تفكر 2018 2019 و20 عندنا 2020 اللي هي الأولمبياد ممتاز عندنا الخطوة الأولى ثبتت ثمارها اللي هي عبدالهادي العزمي هو الثالث على الخليج في البطولة اللي فات متواضع أو أقل نعم عندنا لا أقل نعم لدينا هدف واضح ورسمينا حق اللاعبين كلهم منه اللاعب وين سيذهب ومتى يعجبني تفكيرك الآن من الدائم قلت لي محترفين ومن العالم أجانب معكم بالذبت أجانب وخطة لـ 2020 من الدائم نعم هذا سؤال مؤلم بالنسبة لنا البداية كانت صغيرة فكانت التكاليف بسيطة محدودة ومقدورة عليها وشاركنا الطرف الثاني اللي يكون رائع للفريق بالموضوع هذا فركة الأسبانية تقصد لا الآن تتكلم عن الشركات اللي قبل كانت موجودة نعم سبونسورات ما كانت تدفع كاش كانت توفر مثلا اللاعبين اللي عندها خدمات اللي عندهم لما نينا حق الفريق هذا الفريق الذي نحن 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 صار موضوع ثاني أنت مفروض عليك إنجاز أنت عندك سمعة سابقة فمفروض عليك إنجاز هذا من خلال اللاعبين الموجودين اللاعبين الموجودين كيف يتكفر لهم الروايطة نعم ونحن حاليا نحن نرى رعاة من الكويت يتكفلون في الفريق هذا لأن هذا الفريق هو مشروع وطني للأولمبياد لدينا اللاعب بطن العبدالهادي هو مشروعنا بالإضافة لعبين المنتخب مشروعنا القادر للأولمبياد لدينا 2018 شاء الله يكون لعب عالمي بإذن الله إن شاء الله تحتاجون أي الشركات تقصد قطاع خاص يتعاون معكم بالضبط لأننا قطاع خاص نعم نعم لا نتبع لجان أو هيئات حكومية فنتمنى القطاع الخاص يعني يعني يدعم الفريق هذا نعم وصوصا الشركات الكبيرة ودينا امثلة يعني شركات الكويتية دعم لنفس الفرق نعم لكن ليس كويتية بعد فرق برق الكويت نعم دعمتها شركات الكويتية نعم أتمنى أتمنى الشركات هذه تشوف ايه تشوف عندكم محترفين لكن الآن أنتوا تسوون هذه الإنجازات كلها والقادمة لكن إلى الآن نحن عندنا إيقاف وانتوا تعملون على مظلة شخصية ومظلة الكويت مثل ما قال العبدالهادي أننا رياضة غولمبية غير موقوفة غير موقوفة نعم نشارك تحت علم الكويت هذه غير موقوفة هذا شيء لا أثر عليهم الإيقاف ما أثر علينا يسبب آخر أن هذا فريق خاص يمثل قضاء خاص نعم ولا يمثل جهة الحكومية لكن الفائدة الكبيرة عندما يفوز الفريق ما يقولوا يفوز فريق لأسباني أو اللعب الأسباني أو اللاعب أو غير يقولوا يفوز فريق الكويت يعني الأسباني يعني الوي أسباني والتيشرت كويتية نعم نعم هنا أريد أن شابهم لا تحاتي الفوز يسجل قسم هنا يمكن يكون التناقض غطاء خاص ويمثل الكويت ليش ما الحكومة التي تدعم والله نتمنى يعني ما احنا ايدينا معندودة للكل التعاون خصوصا ان هذا مشروع وطني ساعات يعني تمنى لا 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 احنا مثل ما تشايف عندنا البروبوزر هذا الموجود قدامكم هذا انتم سويناها نقدمها للشركات احنا ما زلنا نسحة لكن احنا نحتاجين انا ودي اتأوجه السؤال لي يا عبدالهادي انت الحين يعني وين تدرب لما انت قاعد تحط في بالك او ايضا الفريق قاعد يقول ان هناك مشروع للاعب عالمي التدريب هذا وين قاعد يصير يعني بالكويت احس ما في مكان للتدريب على الدراجة الهوائية يعني هل هناك طرق خاصة هل هناك لازم يكون لتدريب خاص اي على هالنقطة احنا انتمارا بالكويت بس اكثر شيء نركز عليه يعني بالموسم المشاركات بس بالكويت عندنا مشرف عندنا ماكن ثانية نقدر نتمارا عليها وين بمشرف يعني بالصب الممشى بس على الشارع بس على الشارع ايو بعد مرات يعني بالأحمد بس ان بالكويت تواجهنا مشاكل يعني يعني النفس ما تقول ما تقول نروح نشارك بره نواجه ارتفاعات بالكويت ماكو ارتفاعات نعم بذب محتاجين معزكر محتاجين مشاركات اكثر الحمد لله يا مقدرنا نجيب نجاز بطولة الخليج يعني ما جاء تشذي اول شيء شاركنا بالطواف الشارجة خلصت ويا الفريق المحترف شاركت طواف الفلبين خلص من طواف الفلبين رديت ديره خليت راح اسبوع على طول توجهت للبحرين القطر المشاركة بطواف خليج وحمد لله قدرنا نحصد ميدالية على المستوى الفرد ومستوى الفرقي وإن شاء الله نقطتنا جاية بالمشاركات الجاية ويا الفريق بطولة الأسياد 2018 ستصبح كل أربع سنين ونستعد لها الحين عندنا مشاركات عندنا طواف الفلبين لا طواف اندنيسيا بعد أسبوعين إن شاء الله سوف أشارك فيه شهر خمسة طواف الفلبين وإن شاء الله يكون لدينا توفيق بطولة الأسياد لكي ننتهي لهم الولمبيات إن شاء الله شكرا عافية الآن لدي الفريق هذا هو عدل هذا هو الفريق كما تكلمني على الكتاب نفسه يتضمن لأني تقديم تقديم للشركات نعم باختصار البروبوزل هو أنا أستطيع أن أغير معك عن المشروع ما نحن و من الأشخاص الذين يدعوننا بالإضافة إلى خطة واضحة أننا وين رايحين نعم لدينا جزء من البروبوزل هذا هذا جعفر العلي مشارك في بطورة العالم تحت عالم الكويت نشاهدها الآن مع بعضك مشارك قتل شرعي للمعلومات هذا مشارك في بطورة العالم في قطر 2016 تحت عالم الكويت هذا جعفر العلي آه جعفر العلي و إنه نبي أبطال كلهم ما شاء الله أبطال اللاعبين المنتخب فأقول لك من ضمن البروبوزل لدينا الخطة واضحة مثلا عندنا لعبين المنتخب لدينا اللي هم ضمن الفريق المحترف لديهم 42 يوم سباق من شهر 6 إلى شهر 10 إعداد موسم قادم إعداد الأسياد من خلال الأسياد إذا بإذن الله عبدالهادي يصعد منصة في أسياد سيضمن موجودة في لون أمبياد كان موجودة صورة عبدالهادي موفق إن شاء الله يا رب هذه تشارتة حمالتك أو أنا أخذها تستاهلونها الله يسلمك إن شاء الله يا رب موفقين إن شاء الله إن شاء الله و إذا لديكم كلمة أخيرة و تقولونها بالله أنا أول شيء أشكركم على الاستضافة هذه وأتمنى من الجهات الأقطاع الخاص أو حتى الجهات الحكومية إن تدعم المشروع هذا نعم هذا هذه الصورة مشاركة في طواف الفلبين التي استعداد كانت حق بطوت الخليج وهو الفريق المحترف آه ما شاء الله الحمد لله وبعد ترى قدرنا نحصد نجازات في المرحلة الثالثة خذينا المركز الأول عن طريق لاعب الأسباني وخذينا القميس الأخضر اللي هو متخصص بالنقاط الحمد لله طوافة سعدنا المنصة في كل يوم عادة يوم واحد كل يوم كنا كنا يوم واحد أعطيكم العافية إن شاء الله بإذن الله نشوفكم دائما أبطال عالميين وتلقون الدعم اللي تستحقونا كل الشكر لعثمان المطيري المشرف على فريق كويت كارتشيو إي أس وأيضا عبدالهادي العجمي اللاعب اللي نتمنى يكون عالمي بإذن الله في الفريق كل الشكر لكم ونتمنى لكم كل التوفيق قصد وردي لكم إن شاء الله